طيب تعالوا كده بقى ناخد بعض البروتوكولز و البروتات بتاعته في عندي مثلا برتوكول اسمه http وده اسمه hypertext transfer protocol وده مسؤول عن البروزنج وده كان بيشتغل على بورت 80 تمام؟ بس البروتوكول ده كان الداتا بتتنقل فيه clear text فلو اي حد او اي هاكر زي مثلا man of the middle او man on the middle وصل للداتا وبقى بينك انت والدستيناشن وهيبدأ يقرأ كل الداتا اللي بعتت من السورس للدستيناشن لانها هي clear text فعملوا حاجة بعديها https وده اللي هو secure اللي هو hypertext transfer protocol secure وده شغال على بورت port port 4 4 3 تمام؟ طيب فيه protocol تانية بقى بتاعة الايميل مثلا يبقى هنا كده smtp وده اللي هو simple mail transfer protocol وده شغال على port 25 وفيه عندنا حاجة اسمها pop 3 اللي هو post office office protocol version 3 تمام؟ وده كان شغال على port 110 اسم تي بي ده بتاع sending وال pop 3 ده بتاع receiving وكان فيه برضو حاجة اسمها IMAP وده كان شغال على port 143 وده برضو ل receiving تمام؟ الفرق بينهم ان pop 3 انت لو نزلته مثلا عندك على application Outlook مثلا زي ده ونزلت عليه الميل بتاعك باستخدام البروتوكول pop 3 يبقى هو كده كل من الميل يجي لك على الكلاود هو بينزل على Outlook وبيتنسح من Outlook يعني الياهو مثلا او gmail نزلته عندك على Outlook pop 3 يبقى كل ما حاجة توصل لك هو بتنزل عندك على Outlook وخلاص ما بتبقى فوق لو دخلت على gmail.com مش هتلاقي اي ايميل فوق عندك لانه خلاص نزله عندك IMAP هو تبقى كأنها window تفتحت من Outlook بتبص بس على اللي فوق فما بتمسحش الايميلات من فوق فده كده كان الفرق بينهم وبعدين طبعا عملوا بروتوكولز بعديها كتير زي active sync وحاجات تانية يعني طيب ال SMTP ده للsend ال pop 3 زي ما انتفقنا هوا ال IMAP لل receiving وبرضه عملوا حاجة اسمها pop 3s و IMAP S ال pop 3s ده برضه زي pop 3 بالزبط خليناها تحتيه هنا كده هدي pop 3s ده اللي هو secure وده كان زي pop 3 بس مش clear text وده كان شغال على port 995 وعملوا برضه IMAP S وده زي IMAP بالزبط بس secure وده شغال على 993 ثلاثة طيب بعد كده في عندي بقى بروتوكول تاني بتاع او مسؤول عن download وال upload اسمه FTP اللي هو file transfer protocol وده شغال على port 2 port 20 و port 21 تمام طيب ال port 20 بستخدمه في ايه وال port 21 بستخدمه في ايه هو ال port 21 ده بيحدد هو اسمه control protocol او command protocol وده بيحدد هل انت تستخدم دلوقتي upload ولا download فانت لو بتستخدم download خلاص هيعرف بقى عن طريق ال port يعني 21 ده هو اللي بيحدد انت شغال دلوقتي download ولا upload تمام طيب ال data بقى نفسها بتتنقل ازاي سواء في upload او download عن طريق ال port 21 يبقى 21 ده command protocol وده اللي بيحدد انت تشتغل download ولا upload ال port 20 ده اللي بيعمل او دي ال data channel نفسها او data transfer طيب بعد كده في عندي بروتوكول اسمه telnet اللي هو remote بيستخدم في remote login وده بيشتغل على port 23 وده مثلا لو عندي جهاز router او جهاز switch وعايز اوصل على router او switch ده فانا مش لازم اروح لل data center ووصل بكابل console عندي واقعد جنبه واشتغل لا انا ممكن اقنيبل عليه feature بتاعت التلنت وانا في اي حتة في المكتب بتاعي بها خلاص او في اي حتة بعيد عنه بتلنت عليه او زي remote login عليه وابدأ استخدم ال commands بتاعتي عادي خالص بس مشكلة التلنت ان هو برضو كان clear text فارحوا عاملين حاجة اسمها ssh وده زي remote login برضو بالضبط بس secure وده كان بيشتغل على port 22 22 دول بالنسبة لاجهازة مثلا زي firewall Cisco switch Cisco router طيب لو جهاز كمبيوتر بقى وانا عايز اريموت عليه دلوقتي بقى بستخدم حاجة اسمها rdp ده البروتوكول بتاع remote desktop protocol remote desktop protocol وده شغال على port 3389 ثلاثة ثمانية تسعة طيب بعد كده في عندي برضو حاجات بستخدمها او بعض السيرفسز يعني او protocol زي DHCP تمام؟ وده اللي هو dynamic post configuration protocol وده اللي بستخدمه عشان اوزع configuration على الجهاز او الاجهزة بتاعتي ومن ضمن الconfigurations دي حاجة اسمها ip وده بيستخدم port 67 وهي 68 طيب ايه حكاية ال DHCP دي؟ لو انا رحت هنا مثلا على الجهاز بتاعي انا عندي اكتر من طريقة اعمل assign لل ip ده تمام؟ طيب سريعا كده وهناخدها برضو المرة الجاية بتوسع اكتر لو انا نزلت هنا انا هنا عامل obtain an ip address automatically يبقى هو كده بيعمل حاجة اسمها او بياخد ip من DHCP تمام؟ فبيعمل حاجة اسمها دورة هناخدها برضو ممكن المرة الجاية ان شاء الله ناخد حتى بتاع الحطة بتاع الدورة بس مؤقتا دلوقتي هو ده كده طريقة عشان اخد اي بي او ادي اي بي او او configurations كتير لانه ما بديش الاي بي بس بيدي configurations كتير من ضمنهم الاي بي للاجهزة بتاعتي طب في عندي حاجة تانية اسمها dns وده اللي هو domain name system او server وdns ده بيستخدم port ثلاثة وخمسين تمام؟ طيب وده اللي بيعمل لينك ما بين الاسم وما بين ال ip يعني انا دلوقتي لو عايز ادخل على yahoo.com هو المفروض كنت تكتب ال ip بتاع yahoo.com نفسه ويدخل عليه وعايز ادخل على الفيسبوك اكتب ال ip بتاع فيسبوك وهكذا بس طبعا ان احنا نحفظ الاسامي اسهل لنا من احنا نحفظ الارقام زي بالضبط الموبايل بتاعك دلوقتي لو انت جيت دلوقتي على الموبايل وروح تجايب ال context بتاعتك هتلاقي انت حافظ اسامي الناس لكن الارقام بتاعتهم صعب ان انت تحفظهم كلهم فانت عندك هنا context فdns حاجة شكلها كده بالضبط انت بتروح تقول له انا عايز اكلم مثلا yahoo.com فهو يروح داخل على ال list اللي عنده يشوف yahoo.com ده ال ip بتاعه كان يقولك تفضل ال ip بتاعه اهو ويبدأ يوصلك لل destination بتاعتك فده كده ال dns طيب في بقى بروتوكولز للشير في حاجة اسمها smb وده فايل شيرنج فايل شيرنج بروتوكول وده تبع مايكروسوفت وده بيشتغل اه اعتقد كان اربع بورطات كان مية سبعة وتلاتين ومية تمانية وتلاتين ومية تسعة وتلاتين واربعة اربعة خمسة دي كده كانت ال بورطات اللي بيشتغل عليها طيب وفي حاجات تانية فايل شيرنج برضو تبع بس زي linux مثلا اللي هو nfs ده برضو فايل شيرنج بروتوكول بس ده for linux وده كان وده كان for windows وده مش معناه ان انا لو انا شغال linux ما ينفعش اشتغل بsmb او العكس فلا ده ينفع اشتغل كده عادي لو انا ويندوز وبكلم linux او العكس ينفع اشتغل بالsmb او nfs بس طبعا لازم اسطب البروتوكول على الناحيتين يعني لو انا جهاز ويندوز والتاني جهاز linux وعايز اعمل شير بالnfs يبقى لازم اجي على جهاز الويندوز وصلت بالبروتوكول بتاع ال nfs طب لو انا عايز اشتغل بالsmb بقى لازم اجي على linux واشغل البروتوكول بتاع smb وهكذا وينفع يتكلموا مع بعض عادي وده البروتات بتاعته كانت كتير قوي بصراحة مش فاكرها الى الوقت يعني هو كان ليه عدد بورتات كتير يعني عوالي 10 بورتس او 12 حاجة كده طيب ال p2b ال p2b ده اللي بستخدمه في التورنت وده لما بيجي يعمل داونلود للتورنت وده ملوش رقم بورت ثابت يعني سعاب بيتغير عن طريق الابليكيشن وده اللي هو بدل ما يعمل داونلود انت بيبدأ يشتغل فكرته ازاي ان الحاجة دي مثلا 10 جيجا او اتنين جيجا كفاية وحطها كتورنت فالناس تبدأ تعمل لها داونلود باستخدام مثلا ابيليكيشنز معنا زي فانا دخلت واحد تاني دخل واحد تالت دخل وكذا بقنا عشرة فالتورنت ده بيشتغل ان بيعتبر كل واحد فينا عبارة عن سيرفر والداتا تبقى متقسمة اجزاء صغيرة جدا فابدأ انا اعمل داونلود الاجزاء الصغيرة دي واحدة واحدة وواحد جنبي بدأ يعمل داونلود فهيبدأ برضو يعمل داونلود من المكان الرئيسي ومني انا كمان لانهما بيعتبرني انا كمان سيرفر وانا كمان هداونلود منه واللي جنبنا هيداونلود مننا كلنا وهكذا فكلما العدد يكتر بتلاقي ان انت بتعمل داونلود اسرع للفايل ده ده كده بشكل مبسط فكرة التوريت